أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً تفصيلياً ضمنته الخطوات الخاصة بعملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة أقل من ثلاث سنوات وذلك على مستوى مكاتبها وكذا ما تعلق بالحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام الذي تتم به عملية الجمركة حسب نوعية السيارة كما يلي هذا ويتكون ملف جمركة السيارات الأقل من ثلاث سنوات من نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب وشهادة إقامة الفرد المقيم وشهادة ترقيم السيارة في الخارج ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة وشهادة المراقبة التقنية للسيارة تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها بالإضافة لتقرير خبرة المطابقة يعده خبير من وزارة المناجم أما بالنسبة للسيارات المقتنات من عند الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر يتكون ملف جمركتها من نفس الوثائق بالنسبة للمواطن الجزائري مضاف إليها نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المعقة للسيارة وترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن وزارة الخارجية وشهادة ترقيم السيارة داخل الوطن يمكن جمركة السيارات المستعملة المستوردة سواء على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو على مستوى مكتب الجمارك المختص إقليمياً حسب محل إقامة الفرض الذي قام بعملية الاستيراد حيث يتم القبول المعقة للسيارات على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد أي أن الفرض المقيم الذي قام بعملية الاستيراد ملزم بجمركة السيارة وتزديد الحقوق والرسوم المفروضة قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني